بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة دي من حلقات المصرفي عام 2023 كان عام جاي جدا بالنسبة لأداء البورصة المصرية والمؤشرات المختلفة فيها ارتفعت بشكل كبير ايه الافضل بالنسبة لحضرتك ان انت تستثمر بشكل مباشر في الاسهم ولا عن طريق سندوق الاستثمار في الاسهم هنتكلم النهاردة ايه الافضل بالنسبة لحضرتك و ايه الفرق ما بين الطريقتين وهنتكلم على عائد سنديق الاستثمار في الاسهم في خلال عام عشرين ثلاثة وعشرين وايه المتوقع بالنسبة لعام عشرين اربعة وعشرين بس لو حضرتك اتفرجت على القناة قبل كده ولسه ما اشتركتش استقدمك تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان تجي لك اشارات الحلقات الجديدة لو دي اول مرة اتفرج على الحلقة الاول اذا عجبتك اشترك في القناة واتفعل الجرس ودوس لايك وعمل شير عشان نستقدر تستفيد اذا ما عجبتكش دوس لايك وقول ليه سبب في التعليقات يهمني جدا ان انا عرف رأي حضرتك مؤشرات البورسة المصرية حققت ارتفاعات كبيرة في خلال عام عشرين ثلاثة وعشرين يعني لو جينا كمثال اتكلمنا على المؤشر التلاتيني فهو حققت ارتفاعات تقريبا بحوالي سبعين فاصل ستة وخمسين في المية لو جينا نتكلم على المؤشر السبعين فارتفع بحوالي خمسة وتسعين فاصل اربعة وتلاتين في المية والارتفاعات اللي حققها دي اعلى من الارتفاعات اللي حققها الدهب حتى مع انخفاض سعر العملة فعشان كده دايما بنصح حضراتكم من الاستثمار من خلال البورسة المصرية لانك انت بتشتري في اصله والاصل ده قيمته بترتفع مع الوقت هو سوق مرتفع المخاطر قابل للارتفاع والهبوط بس لسه فيه امكانية ان هو هيرتفع اكتر في الفترة المقبلة وكل التوقعات دلوقتي ان احنا بعد ما كنا بنتكلم على الربع الاول ان هو ايوصل عند مستويات الـ 28000 لا دلوقتي احنا بنتكلم ان هو ايوصل لمستويات الـ 30 والـ 32000 كمان نقطة في خلال الربع الاول وفي خلال عام 20-24 ايه الافضل بالنسبة لحضراتك ان انت تستثمر في الاسهم بشكل مباشر ولا عن طريق سانديق الاستثمار في الاسهم وهي ايه اصلا سانديق الاستثمار في الاسهم وايه مميزاتها وايه عيوبها خلينا اتكلم لانت دلوقتي لو عندك المعرفة الكافية والخبرة اللي تخليك تختار الاسهم بشكل جيد وتقدر ان انت توزع اموالك على الاسهم اللي حضرتك اخترتها وتقدر تدين الموضوع وتعرف امتى تشتري وامتى تبيع الافضل طبعا ان حركتها استثمر بشكل مباشر في الاسهم اما لو حضرتك ما عندكش لا الخبرة ولا المعرفة الكافية اللي تخليك تعمل الموضوع ده يبقى افضل حل بالنسبة لحضرتك هو سانديق الاستثمار في الاسهم سندوغ الاستثمار في الاسهم بتبقى عبارة ان حضرتك بتشТري وثيقة الوثيقة دي بيبقى لها سعر بيتم تغييره بناءً على الارتفاعات او الإنخفاض اللي بيحصل على الاسهم اللي بيختارها مدير السندوق مدير السندوق بيجمع المبالغ اللي تم استثمرها من حملة الوثائق بيبتدي يختار اسهم معينة بناءً على الدراسات والابحاث اللي بيعملها بالارتفاعات المتوقعة لها في الفترة المقبلة فبالتالي مع ارتفاعات الاسهم دي او نخفضها ده بينعاكس على سعر الوثيقة وده اللي بيحققه لك المكسب المكسب ما بيبقاش عبارة عن نسبة مئوية منفصلة عشان فيه ناس كتير بتفكر ان هو دلوقتي التوزيعات اللي بتحصل على بعض الصناديق ان هو بيبقى عبارة عن معدل عائد ثابت او معدل عائد بيتوزع غير الارتفاع اللي بيحصل في سعر الوثيقة لا الارباح او العائد اللي بيجي لحضرتك من الصناديق الاستثمار في الاسهم بيبقى عبارة عن فرق السعر الشراء وسعر البيع بيتم المقارنة ما بينهم والفرق ده ممكن ان مدير السندوق يوزع جزء منه او كله كعائد للمستثمرين بتوعه على حسب نشرة اكتتاب السندوق ده كده ببساطة صناديق الاستثمار في الاسهم طيب ايه بقى الفرق ما بينها وما بين الاسهم زي ما اتفقنا ان حضرتك لو عندك المعرفة هتستثمر بشكل مباشر في الاسهم لو ما عندكش المعرفة دي هيبقى هتستثمر عن طريق صناديق الاستثمار في الاسهم الفرق ما بينهم ايه انت الاسهم تقدر تشتري وتبيع في اي وقت في خلال الاسبوع اي انت اللي اشتريت السهم النهاردة ممكن خلال يوم او يومين تقدر ان انت تبيع لو انت تي بلاس تو خلال يومين تبيع الاسهم بتاعتك تين انما صناديق الاستثمار في الاسهم لازم تستنى اخر الاسبوع لان معظم صناديق الاستثمار في الاسهم بيتم اعلان سعر الوثيقة اسبوعيا مع عادة بعض الصناديق اللي بتبقى يوميا الحاجة الثانية او الفرق الثاني اللي موجود ان انت الضريبة على الارباح الرأس مالية بالنسبة للأسهم بتبقى حوالي 10% على الارباح المحققة بعد طبعا ازطيع تكليفة الفرصة البديلة او بمعنى ادوك بيتشاف ايه النسبة اللي تم تحقيقها من الفايدة في البنك المركزي وبعدكده بيستقطعها من الارباح اللي اتعملت ويحسب لك على الفرق الضريبة ده ما تم إعلانه حتى الآن لسه ما تمش التطبيق أو الآليات بالنسبة لضريبة الأرباح الرأس مالية بالنسبة للأسهم أما بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأسهم فهي 5% فقط على الأرباح المحققة وبدأت بعض الصناديق إنها تستقطع النسبة دي من الأرباح اللي تم تحقيقها في خلال عام 2023 من ضمن الفرقات اللي موجودة إنه حركة استثمار تساهم بشكل مباشر السهم ده ممكن يحقق ارتفاعات جيدة جدا يعني فيه أسهم في خلال العام السابق حقاية ارتفاعات أعلى من 100% و120% كمان إنما في الصندوق أنت بتبقى مقيد بالعائد اللي هيتم تحقيقه من خلال الصندوق أو بمعنى أدق إن العائد ده بيتم بناء على الاستثمارات في الأسهم اللي بيقترها مدير الصندوق ممكن أسهم ترتفع وأسهم تنخفض فالمتوسط هو ده بيبقى العائد اللي بيجي لحضرتك أو بيتم تحقيقه والأرباح اللي بيتم تحقيقها في الصندوق آخر حاجة في الموضوع ده هنتكلم فيها إن انت دايماً خلي استثمارك في الأسهم أو صندوق الاستثمار في الأسهم ما بين 15 و20% من إجمال استثماراتك لأنه هو برضو سوق مرتفع المخاطر معرض للارتفاع والهبوض بصفة عامة وإن أنت لازم تبقى محفظتك الاستثمارية متنوعة ما بين الأدوات مرتفعة المخاطر ومخفضة المخاطر ويبقى الاستثمار فيها من متوسط إلى طويل الأجل يعني ما تنتظرش إن انت تخش على صندوق الاستثمار في الأسهم بالنظام المضربة ما ننصحش بالنظام المضربة بصفة عامة وخاصة في صندوق الاستثمار في الأسهم لازم تعود سنة وثلاثة وخمسة وعشر وكل ما استثمرت فترة أطول كل ما حققت مكاسب وعملت أرباح جيد نبدأ بقى نتكلم على أداء أفضل صندوق الاستثمار في الأسهم في خلال عام 2023 والعائد عليها وبكتب لحضراتكم على الشاشة العوائد التاريخية من أول عام 2020 علشان تقدر أنت عارف متوسط الأرباح في خلال العوام السابقة قد إيه وتقدر تختار الصندوق بناء على الكلام وأول صندوق هنتكلم عنه هو صندوق الاستثمار من البنك التجاري الدولي والصندوق ده بدون حد أدنى للشراء وحقق في خلال عام 2023 اربعة وخمسين فاصل تلاتة وسبعين فلمين الشراء بيبقى يوميا معادة آخر يوم عمل في الأسبوع وعليه مصاريف ربع في المية والاسترداد بيبقى أول يوم عمل في الأسبوع وبدون أي مصاريف بعد كده صندوق بنك القاهرة الأول وده الحد الأدنى للشراء فيه خمس وثائق وحقق في خلال عام 2023 تمانية وخمسين فاصل تسعة واربعين في المية طلبات الشراء والاسترداد بتقدم في آخر يوم عمل في الأسبوع وتنفت في أول يوم عمل في الأسبوع اللي بعده بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق الأجيال من البنك قناة السويس فده العائد عليه تراكمي دوري وبدون حد أدنى للشراء عمل في 20-23-58.57% طلبات الشراء والاسترداد بتقدم في أسبوعيا يوم الخميس قبل الساعة 12 الظهر بدون أي مصاريفة على الشراء أو على الاسترداد نيجل سندوق شيلد من البنك العرب الإفريقي الدولي وده الحد الأدنى للشراء فيه 5 وثائق وعمل في 20-23-59.43% الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة 12 الظهر بدون أي مصاريف الاسترداد بيبقى يوميا برضو قبل الساعة 12 الظهر بس عليه مصاريف 0.75% أما سندوق البنك الأهلي الثالث فده العائد عليه تراكمي دوري والحد الأدنى للشراء فيه 5 وثائق حقق في 20-23-59.82% طلبات الشراء والاسترداد بتتقدم طوال أيام الأسبوع ومعادة آخر يوم عمل وبدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد وسندوق بنك مصر الثاني بدون حد أدنى للشراء وحقق في 20-23-61.51% الطلبات بتاعت الشراء بتقدم يوميا وتنفى التاني يوم عمل هي وطلبات الاسترداد الشراء بيبقى بدون أي مصاريف الاسترداد بيبقى عليه مصاريف 0.75% بعد كده سندوق البنك الأهلي الخامس وده العائد عليه تراكمي دوري وبيبقى فيه سحب على جوائز وبدون حد أدنى للشراء عمل في 20-23-62.17% الطلبات الشراء والاسترداد بتتقدم يوميا معادة آخر يوم عمل في الأسبوع الشراء بيبقى عليه مصاريف 2.5% أو 4% الاسترداد بيبقى بدون أي مصاريف فبعده على طول برضو سندوق البنك الأهلي التاني وده العائد عليه بيبقى دوري وبدون حد أدنى للشراء عمل في 20-23-62.17% طلبات الشراء والاسترداد بتتقدم برضو طوال أيام الأسبوع معادة آخر يوم عمل والشراء بيبقى بدون أي مصاريف والاسترداد بيبقى عليه مصاريف 2.5% أو ربع في المال أما سندوق بنك قناة سويس الأول فده العائد عليه دوري تراكمي وحقق في 20-23-62.99% الشراء والاسترداد بيبقى أسبوعيا يوم الخميس قبل الساعة 12 الظهر بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد وسندوق بنك اسكندرية الأول عمل في 20-23-63.02% والشراء والاسترداد طلباتهم بتتقدم طوال أيام الأسبوع ويتنفذ في أول يوم عمل في الأسبوع اللي بعده بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق بنك رديا أجريكول التاني فده الحد الأدنى للشراء فيه 5 وطائق وعمل في 20-23-63.63% طلبات الشراء والاسترداد بتتقدم طوال أيام الأسبوع وبتنفذ في أول يوم عمل في الأسبوع اللي بعده بالنسبة للشراء بيبقى عليه مصاريف 0.5% بالنسبة للإسترداد بيبقى عليه مصاريف 0.75% أما سندوق الأسهم من المؤسسة العربية المصرفية ABC فده بدون حد أدنى للشراء وعمل في 20-23-65.86% طلبات الشراء والاسترداد بتقدم أسبوعيا بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق C-30 التابع لمؤشر EGX-30 فده الحد الأدنى للشراء فيه وطائقين وحققها في 20-23-66.87% الشراء بيبقى يوميا والاسترداد أسبوعيا بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق رديا أجريكول الأول فده الحد الأدنى للشراء فيه 10 وثائق وحقها في 20-23-67.35% الشراء بيبقى بدون أي مصاريف الاسترداد عليه مصاريف 1% وطلبات الشراء بتقدم طوال أيام الأسبوع وبينفذ في أول يوم عمل في الأسبوع اللي بعد أما سندوق EGX-30 ETF التابع للمؤشر الثلاثيني فده بدون حد أدنى للشراء وعمل في 20-23-68.99% الشراء والاسترداد بيبقى يوميا بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق سهمي فده بدون حد أدنى للشراء وعمل في 20-23 الشراء والاسترداد طلباته بتقدم يوميا لو حضرتك قدمت الطلب قبل الساعة 12 الدور بينفذ تاني يوم على سعر إغلاق يوم الطلب لو حضرتك قدمته بعد الساعة 12 الدور بينفذ بعدها بيومين على سعر إغلاق تاني يوم عمل بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد أما سندوق ألفة من البنك الأهلي المتحد فده الحد الأدنى للشراء فيه 10 وثائق وعمل في 20-23 73.07% طلبات الشراء والاسترداد بتقدم أسبوعيا وبدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد آخر صندوق وأعلى صندوق في حلقة النهاردة هو صندوق البنك المصري الخليجي من إيجي بانك وده الحد الأدنى للشراء فيه 10 وثائق حققها في 20-23 74.47% طلبات الشراء والاسترداد بتقدم أول يوم عمل في الأسبوع بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد ده ببساطة إيه الفرق ما بين الاستثمار في الأسهم بشكله مباشر وصندوق الاستثمار في الأسهم والعايد على أفضل صندوق الاستثمار في خلال عام 20-23 منتظر في تعليقات حضركم تقول لي حضرتك استثمارت في أي صندوق في خلال العام الماضي وإيه الصندوق اللي حضرتك شايف إنه هو جيد تقدر تستثمر فيه في خلال عام 20-24 متوقع إن أداء سندوق الاستثمار في الأسهم في خلال عام 20-24 برضو إنها هتحقق ارتفاعات جيدة بس لسه مش واضح هل هتحقق الارتفاعات بنفس مستوى العام السابق ولا أقل أو أعلى لحتى الآن ما نقدرش نحكم لسه من أول شهر ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب أكوني دير تفيدكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشتركوا لكم مشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك دوس لايك وعمل شير عشان نستقدر تستفيد ولو ما عجبتكش دوس ديس لايك وقال لي سبب في تعليقاتي من إن أنا عرف رأي حضرتك وشوفكم على خير محمد رجل